سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتف مبارح من المستشار الألماني أولف شولتس تناول اتصال متابعة مستجدات الأوضاع في غزة واستعرض سيادة الرئيس الجهود الدورية التي يبدلها الجانب المصري للدفع في اتجاه وقف اطلاق النار لحماية المدنيين في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع بالإضافة إلى جهود مصري لتقديم وإيصال المساعدات لغاثة أهلنا في غزة وإجلاء الرعاية الأجانب خلال الاتصال أعرب المستشار الألماني عن تقدير البالغ للدور المصري مؤكدا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات أيضا تناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وشدت سيادة الرئيس على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط انطلقت بشكل رسمي إمبارح فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية عشرين أربعة وعشرين ولا تستمر لمدة شهر واحد قبل موعد الاقتراع في الداخل بيومين يعني فترة الدعاية هتنتهي يوم تمانية ديسمبر والتصويت في الداخل هيكون أيام عشرة وإحداشر واثناشر ديسمبر إمبارح كبان يا جمالة قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال أنه صدر توجيه واضح من المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأنه في ظل الظروف الحالية تقرر تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية وتوجيه هذا المبلغ أو التخفيض لخدمة القضية الفلسطينية